أعزائي متواصلين معكم بفقراتنا ببرنامج يوم جديد وللحديث عن موضوع كتير مهم موضوع الساعة مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف هناك في الأردن رأيي في منتدى لمكافحة ونبذ العنف والتطرف الجامعي والمجتمعي للحديث عن هذا الموضوع الحديث عن دور الجامعات طلاب الجامعات هم الأساس لولبنة المجتمع من الجامعات تتكون الأفكار وتروحات عند الطلاب هل سيكون هذا الطالب متطرف هل سيكون أفكاره معتدلة كلها تتكون في الجامعة لذلك دور الجامعات دور كبير في نبذ ومكافحة العنف والفكر التطرفي للحديث عن هذا الموضوع معنا الرئيس المنتدى دكتور خالد الزعبي صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لبرنامجك يعطيك العافية يعني لما نقول قديش مهم الطالب الطالب هو الأساس بالمجتمع الطالب من الجامعة ببلش تكوين فكره واتشاهاته وميوله قبل أن نحكي عن دور الجامعة وهذا المنتدى تأسس تقريبا في الجامعة هو المنتدى تأسس قبل سنتين في الحالة النادرة واللي كانت يعني مش متعود عليها المجتمع الأردني اللي هي العنف الجامعي اللي بلش في الأردن اللي هو بآخر ثلاثة أربع سنوات السابقة وهذه كانت يعني هي دخيلة على مجتمعنا لأنه مجتمعنا نحن نجد ما نعرفه هو محافظ على القيم والأخلاقيات والتسامح والعشائرية اللي نحن نعتز فيها هذه كانت ظاهرة دخيلة فإحنا أسسنا هذا المنتدى بالتعاون مع رؤساء الجامعات وأضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعات للحد من هذه الظاهرة من خلال أنه التواصل مع الطلاب ومعرفة أسباب المشاكل وحلولها وأيضا يعطى دورات ومحاضرات توعوية للطلبات بالجامعات لأنه ما تعرف أنه مجتمعنا هو مجتمع شاب وبالتالي معظم الفئة العمري الشبابية اللي هي بتكون بالجامعات العردنية وعندنا حوالي يعني عدد لا بأس فيه من الطلاب يتجاوز المئتين ألف طالب جامعي وهم هذول بكونوا مكونات للمجتمع العردني فالحمد لله هذه المنتدى نجح في هذا الموضوع وعمل أكثر من نشاط في الجامعات العردنية على مستوى المملكة بدعم حقيقة من وزارة التعليم العالي ومن رؤسة الجامعات العردنية جميعا ولما خفت هذه الظاهرة زي أنت ما بتلاحظوا بجزء من آخر سنة الماضية الحمد لله انتهينا من هذه الظاهرة دكتور لما نقول كيف مهم الجامعة في تكوين فكر الطالب كيف يتم توجيه حتى تكاتلة الجامعة الدكتور الجامعة هو مش مجرد مش زي المدرسة حتى هو الطالب لم يعد متلقي وإنما الطالب هو شريك أصبح الآن كيف مهم الدكتور كيف يأثر بفكر الطالب للجامعة وخصوصا ما بنحكي عن فكر التطرفي هي الجامعة تعتبر مجتمع كامل للطالب وبالتالي فيه نشاطات منهجية وفيه لا منهجية وأيضا فيه المحاضرات الأكاديمية لبوخة الطالب طبعا العضاية التدريس عادة يعني بتعامله مع الطالب هو كطالب إنه هو شاب ووصل لمرحلة عنده قدرة إنه يكيف نفسه ويتعامل بطرق إيجابية مع المجتمع المحيط فيه سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة أيضا الجامعات وصراحة بتركز عن نشاطات اللامنهجية والمنهجية اللي هي بتقوي شخصية الطالب وأيضا بتعطيه دفع على المستقبل إنها منها تبني يعني يكون عنده أسس إنه يقدر إنه يكمل عليها في حياته صراحة الجامعات الهدور تنموي قوي جدا سواء بالمجتمعات اللي هي فيها أو على مستوى العالم والتالي هي الأساس في إنها تخرج أجيال قادرة إنها تكون فاهمة الرسالة الصحيحة اللي إحنا بنا نحكي عنها طبعا الفترة الأخرانية مع الظروف اللي صارت بالوضن العربي والدول العربية والأردن يعني حالة الحرب اللي عشناها مع العصابات الإرهابية التكفيرية واللي هي المتضرفة اللي هي داعش وغيرها هاي أدت خلقة نوع من عدم التوازن وبالتالي كان يعني لا يواجب على الجامعات الأردنية وإحنا كمنتدى نفس الإشي لنبذ العنف إنه نقيد هاي المسيرة من خلال إنه التأثير على هذه الطلبة والطلاب والشبابنا بالجامعات إنه ما ينحرفوا إلى هذا التطرف ونبين لهم إنه الإسلام إنه هو الإسلام دين التسامح ودين الحق واحترام الأديان واحترام الحياة واحترام الإنسان وأيضا إنه من خلال إنه نعطي محاضرات وندوات لطلاب نبين لهم حتى أفلام عن المجموعات المتضرفة اللي بنعاني منها الحاليا واللي هي هدفها يعني هي بتقاتل باسم الإسلام ولكن هدفها تشويه الإسلام وأيضا هدفها يعني إثارة الفتنة والنزاع بين الأديان الموجودة دكتور قدش مهم كمان إشراك الطلبة هم بإعطاء الندوات يعني دائما نعرف إحنا الطالب أو حتى هاي الفترة من عمره بتأثر بأقرانه أكتر من يعني إنه ياخد ندوة أو محاضرة يطلق يكون ما يقدرش يكون دور المتلقي أصبح لكن إذا مثلا إخترنا مجموعة من الطلبة اللي هم فكرهم معتدل وخلناهم هم اللي يبدأوا بعمل ورش عمل مثلا مع الطلبة قدش ممكن يكون إلها تأثير عليهم اللي هي إلها تأثير ويعني اشتغلنا عليها وصار هذا الحدي من خلال إنه كانوا الطلاب هم يقوموا بتوعية زملائهم من خلال يعني توزيع المنشورات عليهم وشرح لهم هاي اللي بصير وهاي الأفكار الهدامة وأسبابها وسلبيات علينا كمجتمع وعلى شبابنا حتى على يعني ديانتنا وعلى إنه احترامنا اللي بصير معنا والتالي هي فكرة حلوة ويعني إحنا رح نتبنيها بطريقة أخرى يعني إنه من خلال إنهم يدخلوا مع الطلاب يشوفوا شو يعني أراءهم ويوزوا عليهم المنشورات أو إنهم يكونوا في هاي المحاضرات إنهم يدخلوا ويشاركوا فيها من خلال الأسئلة كل محاضرات تلكنا نعطيها إنه يكون الطالب إليه حق إنه يسأل ويناقش في هذا الموضوع نعم ولكن هو دور يعني صراحة كبير وبارز ومهم للجامعات في الفترة حالية إنها تساعد على إنه توصل الرسالة الصحيحة عن التطرف الموجود وسلبياته على مجتمعنا من خلال تعاملك بالمنتدى دكتور على مدى سنتين وتعاملك أيضا مع الطلاب بالجامعة شو الأسباب اللي بتأدي للفكر التطرفي خصوصا عند بعض الطلبة يعني دائما يعني مثل ما قلنا هي الخيط بيبلش من الجامعة لكن كيف بتلاحظ ميول الطالب مثلا أو فكره متطرف هذا عنده ميول للفكر المتطرف ممكن يتأثر لو مثلا يعني لو في ناس حواليه ساعدته لكن أيضا شو الأسباب اللي بتأدي إنه يكون هذا الطالب متطرف هي صراحة هذه العصابات والجماعات الإرهابية عندها فكر خاص وبالتالي هذا الفكر بحاول أنهم طبعا طرق التواصل الاجتماعي وانتشارها ووسعت منها أنها تخترق هاي الطالب وتأثر عليهم ومع وجود الظروف الاقتصادية وأيضا البطالة وهذه فيه أثرت كانت لها دور أساسي في أنه تلعب في فكر الموجود عند الشباب وأنها تعمل على انحرافهم وهذا اللي خلانا بالعكس أنه نشتغل بالاتجاه المعاكس من هذا المنطلق وأيضا نفذنا توجهات جلالة الملك عبد الله لما في خطابه وآخر الخطابين أكد على أن الجامعات لها دور رئيسي أنها تنمي شخصية الطالب وأيضا توضح أساس وحقيقة هذا التطرف يعني وكمان الخطاب اللي جلالة الملك قبل يومين بالبرلمان الأوروبي أكد وبيّن بصورة واضحة عن أنه شو الإسلام وشو أساس الإسلام أنه هو التسامح والحق والعدل والمساواة وبيّن أيضا جلالة الملك أنه كيف الإسلام كان يوصي أنه لا تقتل تاهن أو شيخ أو طفل أو تقطع شجرة هاي كلها عكس ما هو موجود في اللي داعتين بناده في الأفكار والعصابات التكفيرية اللي هي بتعطي صورة سيئة الطلاب حقيقة يعني فيه دور عنا من الجامعات من خلال كليات الشريعة لأنها هي الأساس والمصدر للإسلام والتالي في عنا علماء نعتز فيهم ونجلهم وعضاهي تدريس زكاثرة لها دور رئيسي إنها توضح هذا ما هو الإسلام بشكل صحيح وأيضا إنه وصل صورته كاملة لكل الشباب الموجودين بالجامعات لأنه بتعرف في عمليات مرات الانشغال بالدراسة أو الانشغال بأمور ثانية بتأدي مرات إلى أنه البعد أو ضعف المعلومة عن الدين الصحيح ففي دور رئيسي جدا علينا إحنا كمنددة وكجامعات من خلال كليات الشريعة في هذا الموضوع أيضا طلبنا من رؤساء الجامعات أنه مادة التربية الوطنية يكون فيها تركيز على هاي الظاهرة وبيان سلبيات والإيجابيات من أنه البعد عنها وطلبنا أيضا بتفعيل الخدمة العسكرية إلى الشباب الجامعي حتى لو هم داخل الجامع يعني يطوهم فصل هذا بأدي لهم بدلا تكون ثقافة عسكرية بجرد شيء نظري تعزيز الضيvär والانتماء للطلاب والروح المسؤولية عشان يعني يرفو أنه Happy دور متكامل بين الحكومة وبين الجامعات وبين الطلاب لاب لازم كلهم يكون في هذا الأساس يعني لو كانت توصيات المنتدى نعم هذه كانت توصيات المنتدى إن في هذه الفترة هذه الحالية وهنا هلما مفكران فيه أنه سيكون مؤتمر بشهر أربعة و خمسة اللي هو بيين رؤى الجامعات كلها في التطرف والأفكار اللي بتصير في هذا البوضوع إلى أي مدى بتشوف دكتور أنه احنا أو خلال المنتدى أو كتولا يعني ذكاتر الجامعة أو أساتذة في الجامعة ساهمتوا في الحد من الفكرة التطرفي عند الطلبة ويعني العنف الحمد لله يعني من إذن أنت وقف تقريبا في الجامعة أنا بحكي لك هو الحمد لله يعني شباب نواعي ويعني عنده صورة صحيحة الإعلام العردني صراحة بالفترة المضت ما قصر طبعا يعني بنستذكر برضو الشهيد البطل معادل تساسبه الله يرحمه كان أيضا يعني شهادته والأسلوب السيء والحقير اللي نحكي اللي تعاملوا فيه الجماعات المتطرفة اللي هي داعش في عملية قتله أدى أيضا إلى بيان الصورة الحقيقية لهم والتالي هاي ساعدتنا إحنا كجامعات وكحكومة وهي أنه يعرفوا الشباب أنه هاي أفكار هي ليست أفكار إسلامية الإسلام ما كان عنده الوحشية هاي والتصرفات هاي هاي كلها أدت أنه تساعد في هذا الموضوع صراحة يعني يمكن كمان هم التصرفات الأخيرة اللي موجودة على الساحة هي ساعدت كثير من حتى اللي عنده ميول أو حتى تعاطف ووحدت برضو المجتمع كامل يعني وحدتنا كأردنيين ضد هذا التطرف يعني وهذا أيضا فهمت وصلت حقيقة لبعض الناس اللي كانوا هم ممكن يكونوا يعني متعاطفين معاهم على مبدأ الإسلام أنه هذا الإسلام بريء منه وبالتالي تصرفاتهم هي بريئة أثبتت عكس ما هم كانوا يحكوا فيه ونادوا فيه كانوا يقتلوا باسم الإسلام ولكن الإسلام ما كان بريئ من هذا القاتل نعم دكتور نصيحة بتوجهها للأهل يعني لما نقول تتبلور بالجامعة لأنها تبدأ من الطفولة يعني أحيانا منقول حتى الطفل اللي عنده ميول إلى العنف هي بتبين من هو طفل اللي مبي صغير بكسر ألعابه مثلا لكن كيف ممكن من خلال المنتدى ومن خلال تعاملك مع الطلبة بهاي الفترة الطويلة في مكافحة العنف والفكرة التطرفي شو ممكن تتوجه نصيحة للأهل كيف ممكن تبلش الميول عند الطفل وكيف ممكن الأم تتعامل معها هي أنا بحكي لك إحنا من خلال نشاطات اللي قمنا بها والدراسات اللي عملنا فيها المؤتمر هو طلع أنه حقيقة الأسرة هي الأساس في عملية العنف حتى بأيام العنف الجامع ومن ثم المدرسة ولكن هي الأسرة ولتالي عدم التواصل والفترة الحالية مع الانشغال كثير للأسرة صار عدم تواصل وتالي عدم متابعة حتيثة لأبنائهم من خلال أنه يتابع ابنه بشيء عليه شو كيف تواصله مع مين أصدقائه مع مين بروح مع مين بيجي لأنه صار فيه انفتاح كثير هذا أنه يتطلب على الأسرة وعلى الأم أنها تراقب أبنائها في هذا الموضوع وأيضا العمل على تعزيز وتنمية المواطنة الصالحة فيهم من خلال محافظة على ممتلكات البيت اللي بحافظ على ممتلكات البيت بحافظ على ممتلكات البلد والتالي بتجتنب بها وأيضا من خلال أنه يبينوه لهم أنه ما هو الديان الصحيح والإسلام الصحيح واللي بيطالبوا فيه والأشي اللي تربين عليه غير أنه مجتمعنا هو ما هو عاداته وثقافاته وأخلاقياته وهي عادات الشهامة والكرامة والاحترام والتسامح وهي لازم أن نميها بأطفالنا وأبناء صراحة لما نقول عن طلبة الجامعة دكتور كيف تجد اليوم طلبة الجامعة إلى أي مدى هم فاعلين في مجتمعهم يمكن كمان إشراكهم ببعض الأعمال التطوعية ونشاطات التطوعية لماذا يكون له دور بتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة؟ طبعا هو الطالب يعتبر عنصر رئيسي ومهم جدا في الجامعة وبالتالي هي جامعات تقوم على الطلاب وبالتالي يجب أن يكون لديهم دور غير الأكاديمي هذا من خلال أن نعززهم من خلال النشاطات اللامنهجية التي يقومون فيها من خلال التواصل والخدمة العامة من خلال المساعدة للمجتمع التنموي الذي يكون في الجامعة مثلا في أي محافظة أو أي مدينة أيضا من خلال أنه تواصلهم ومشاركاتهم في جميع النشاطات التي تتم على مستوى المملكة من سواء احتفالات وطنية مثلا سبات دينية وأيضا إطاهم الحرية في التعبير عن أراهم من خلال أنه عقد ورشات عمل لهم اللي هم يحكوا ويقرروا هم وإيش اللي البدهم إياه نعم المنتدى نشاطاته يعني كانت مكثفة ممكن بسنتين الماضيين دكتور لكن شو القادم بالنسبة لكم ونشاطاتكم هذا القادم أنه نحذر لمؤتمر إن شاء الله بشهر يعني بآخر شهر أربعة اللي هو المؤتمر الأردني الأول اللي هو بيين رؤى الجامعات ودورها في عملية مكافحة تطرف والفكر الإرهابي وهذا بدأ يكون نفجي فيه طبعا طلاب من كل الجامعات يشاركوا فيه غير المختصين من الرجال الدين ورجال التربية والأجهزة الأمنية وتالي هي رح يكون يعني مؤتمر كامل نطلع منه بتوصيات من جميع الأطراف الموجودة يعني أتمنى أشوف الطلاب هم على منصة هم اللي بيعملوا أوراق عمل أكيد رح يكون في يعني للطلاب في عنا طلاب متميزين حقيقة وعندهم رؤى بنحترمها وبالعكس يعني هم شريك إنه وداعم بأساسي يعني للجامعات أولى المنتدى يعني أتمنى لهم كل التوفيق دكتور خالد الزعبي يعطيكم ألف عافية وشكرا لك شكرا لحضورك معنا بها صباح شكرا لك شكرا لك شكرا لبرنامج عزائي فاصل ومتواصلين من بعضها بفقرات برنامج يوم جديد خليكم معنا